السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشرب بوجودي معكم اليوم موضوعنا عن الكلاميديا اليوم سنعرف ما هي الكلاميديا سنعرف ما هي الأعراض بتاعتها ما هي المضاعفات ما هي طرق العلاج ما هي عوامل الخطر وأسبابه ما هي كيف نشخص حالات الكلاميديا كيف نفعل وقايا لنصب بالكلاميديا بالنسبة لكلاميديا في بعض الدول العربية نسميها المتزثرة وهذه جرسومة تشبه الفيروس لكنها هي بكتيريا هذه الجرسومة ممكن تؤدي إلى مرض التراقومة الذي يصيب العين بالتهابات وممكن تؤدي إلى العمى أيضا ممكن تصيب الجهاز التناسلي وخصوصا مجرى البول وممكن تؤدي إلى التهابات في قناة فلب عند النساء وممكن تؤدي إلى العقمة فترة حضانة هذا الميكروب حوالي من 10 ل20 يوم في بعض الأحيان هذه الجرسومة تؤدي إلى نزول صديد من مجرى البول وآلام شديدة في الحوض عند النساء نحب أن نعرف ما هي أنواع الكلاميديا أو المتدثرة في منها اسمها المتدثرة الحصرية وهي كلاميديا تراكوماتيس وهي التي نقول عليها تسبب التهاب في العينين وخصوصا التهاب الملتحمة وتؤدي إلى تراكومة فبعض الأحيان ممكن تؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب في المسالك البولية في نوع ثاني اسمه المتدثرة الببغائية وهي ممكن تصيب الطيور ونادرا ما تصيب الإنسان بالتهاب رئوي خصوصا الناس التي تتعامل مع الطيور أيضا في المتدثرة للالتهاب الرئوي وهي أيضا تسبب التهاب في المسالك الهوائية اسمها كلاميديا نيمونياي وهي تؤدي إلى التهابات الرئوية نأخذ فكرة ما هي أعراض الكلاميديا ألم عند التبول ألم أسفل البطن إفرازات من مجرى البول إفرازات صديدية على الملابس الداخلية في الصباح عند الرجال المشكلة الرئيسية عند النساء أنهم لا يشعرون بأي أعراض وهذه الخطورة الكلاميديا لكن في بعض الأحيان ممكن تؤدي إلى إلتهابات وألم في الحوض وهذا يسمى بلفيك انفلاماتري ديزيز لكن ممكن تؤدي إلى العقم عند السيدات أو ممكن تؤدي إلى الحمل خارج الرحم ما هي أسباب وعوامل الخطر؟ هذه الجرسومة تنتقل عن طريق الجنس وبالتالي هي ممكن تنتقل من الزوج للزوجة والعكس وبالتالي ممكن تؤدي إلى التهابات في عنق الرحم أو التهابات في مجرى البول أو التهابات في الحوض نحن نعود عوامل الخطر إلى ممارسة الجنس قبل سن 25 سنة أو لو أحد يمارس الجنس مع أكثر من شريك أو يمارس الجنس مع سيدات غرب غير زوجته وليس يلتزم بالعازل الواقي طبعاً لو كان لديه أمراض جنسية أخرى، هذا يشجع أكثر على حدوث مرض الكلاميديا وكما قلنا، مضاعفاتها التهاب في الحوض والعقم والحمل خارج الرحم وأيضاً آلام المفاصل ومتلازمة ريتر والمتلازمة أساساً تصيب المفاصل بآلام شديدة تشخيصها، نعتبر التشخيص مهم جداً لأنها في صعوبة في تشخيصها ونعتمد على الاختبارات المصلية والأجسام المضادة في الدم لكي نستطيع أن نعرف إذا كان لديك كلاميديا أو لا وبعض الأحيان نأخذ مساحات أو عينات من العنق الرحم أو من المهبل أو من مجرى البول نفحصها وهناك مزارع مخصصة للاكتشاف الكلاميديا على أساس أن نعرف إذا كنت مصاب أو أنت مصابة بالكلاميديا أو لا بالنسبة للعلاج، نعتمد على المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين والأريثروميسين ونبدي فترة كافية حوالي 10 أيام وبالتالي هذه الحبوب تتاخذ عن طريق الفم مهم جداً أن نكمل العلاج حسب استشارة الطبيب ونلتزم بتكملة العلاج لأن لو لم نلتزمه ستستمر معنا الكلاميديا وممكن أن تؤدي إلى مضاعفات كما ذكرنا أيضاً بالنسبة لفترة العلاج يفضل عدم ممارس الجنس مع الشريك مع الزوج أو الزوجة لكي نضمن أن كلا إذا الطرفين لا يحدثوا إصابة وأن يتأخذ العلاج بحيث مناديش الطرف الآخر أيضاً بالنسبة للأضرار التي حصلت من المرض مثل ضيق في قناة فالوب هذه هي من الصعوبة علاج هذه المضاعفات وبالتالي يفضل العلاج المبكر والوقاية من الكلاميديا لكي لا يحدث عقم أو مشاكل في قناة فالوب الوقاية هي عبارة عن ممارسة الجنس الآمن أيضاً تجنب ممارسة الجنس مع أكثر من شريك الخضوع للفحوصات الدورية ولو نحن شكينا أنك لديك كلا ميديا يجب أن تذهب للدكتور وأن الدكتور يطلب التحاليل اللازمة بحيث أن نتطمن أنك لديك الكلا ميديا نلاحظ أن السيدات بالذات لا يشعرون بأي أعراض في معظم الحالات بعض النساء يشعر بإفرازات غير عادية من المهبل بعض الرجال يشعر بإفرازات من القضيب أو من المستقيم في حالات الرجال الذين يمارسوا الشجوز النساء تعاني من ألم في البطن أو نزيف أثناء أو بعد ممارسة الجنس والنزيف ما بين الدورة الشهرية بعض الرجال أيضاً يعاني من ألم وتورم في الخصيطين لكن معظم الحالات تعاني من ألم أثناء التبول أيضاً مهم جداً بالنسبة للكلا ميديا أن نكون عارفين هل هذا مرض خطير أم لا هو خطورته أن أساساً ما يبنشي أو صعب اكتشافه وبالتالي في معظم الأحوال وخصوصاً عند السيدات ما يتم اكتشافه في بعض الأحيان عند السيدات حكة في المهبل ألم في الخوض نزيف بعد ممارسة الجنس كل هذه الأعراض تلفت نظر السيدات أن يمكن أن يكون هناك التهابات وبالتالي الدكتور يشك أنها ممكن أن تكون عندها كلا ميديا وبالتالي يعمل الاختبارات والفحوصات اللازمة أرجو أن تكونوا استفدتوا أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته